السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنعمل مع بعض فطايا المحشية لالغداء او العشاء وصفة حلوة جدا الوصفة شفتها من شيف هندي جربتها وعجبتني وحبيت افتتكم فيها هتمنى الوصفة تجربوها وتعجبكم عندي هنا كبايتين من الدقيق هشيل الاول كده تقريبا ربع كباية وبعد كده هبدأ اضيف المقادير الجافة رشها من الملح معلقة من السكر ومعلقتين كبار من السمسم وده حسب الرغبة لو حابة تستغنى عنه وهبدأ اقلب المقادير الاول مع بعض بعد كده هضيف ثلاث معالق كبار من السمنة وتكون في حرارة المطبخ او ممكن نستخدم الزبدة هنبدأ نفرق ايد دقيق مع السمنة لحد ما يبقى تقريبا شكل حبات الرمل بيكون الدقيق امتص السمنة كويس جدا كده تمام ده الشكل عندي بعد كده هبدأ اضيف بيضة وتكون في حرارة المطبخ ونص كباية من الحليب دوبة فيها معلقة من الخميرة مع معلقة من السكر واسبتهم تقريبا خمس دقايق هنبدأ نخرط المقادير دي كويس مع بعض وهبدأ اضيف من ربع كباية دي اللي احنا شناها في الاول معلقة معلقة كده بالتدريج لحد ما تتشكل عندي عجينة نعم انا عندي نوع دي اي بيختلف ممكن نحتاج الكبايتين او اقل او اكتر حسب نوع دي اي انا مستخدمة هنا نوع دقيق الكويتي دي كده خلاص تمام العجينة بالجهزة معدش محتاجة دقيق هنعجينها بس المد الدقيقة كده خلاص تمام اتبقى عندي تقريبا اقل من معلقة هبدأ اضيف زيت معلقة صغيرة كده من الزيت وهغطي العجينة وبعد كده هغطيها وهسيبها تخمر على ما العجينة تخمر هنبدأ نجهز مع بعض الحشوة في تصعالة البتجاز هضيف المادة الدهنية انا هنا هستخدم معلقة كبيرة من السمنة وهضيف بصلة مقطعها مكعبات صغيرة هشوحها تقريبا لمدة نص دقيقة بعد كده هضيف عليهم فصين من التعم المفروم ناعم حبة فلفل صغيرة متقطعها شرائح وحبة جزر كبيرة مبشورة ناعم هقلبهم كويس مع بعض وبعد كده هضيف عليهم تقريبا نص كيلو من الفراخ المفروم هخلطها كويس كده مع المادير وهضيف التوابل ملح وفلفل سود وقرفة وبهرات مشكلة ان شاء الله المادير بالزبط في صندوق الوصف وهقلبهم كويس مع بعض وبعد كده هضيف نص كباية من الحليب نص كباية صغيرة من الحليب على نار وسط هبدأ قلب المادير ديت مع بعض لحدا ما الفراخ تنتص الحليب والصوص ينشف منها تبقى ناشف خالص الفراخ المفرومة ما بتاخد شوية تخالص فيه السوى وكمان لسه هندخلها الفرن وهتكمل سوى اول ما صوص ينشف هنحطها في طبقة ونسيبها تبرد شوية عندي هنا خلاص تمام من عجينة خمرت هنبدأ نقسمها لكرات تكون في حجم واحد كده خلاص تمام هنبدأ نفرد آآ كل كورة هنفردها بصمك ناعم جدا عشان لسه هنلفها رول فلازم يبقى يكون السمك رؤيع علشان ما تعجينش معانا ما تبقاش من جوة مع الجنة آآ لو لو سمك العجينة تخين شوية او سميك شوية هتعجب معانا من جوة ومش هتستيبه كويس وهنبدأ نضيف الحشوة مع جبنة متزاليلا مبشورة وهن وعندي هنا صانية دهناها من آآ سمنة او زبدة وهنبدأ نرصها في الصانية اهم حاجة نلف الرول كويس من الجنبين نقفل على الحشوة كويس علشان الجبنة ما تسحش وتطلع برة أثناء الخمس عندي كده تمام بعد ما جهزنا الرولات كلها هنغطيها وهنسيبها تخمر تقريبا عشرين دقيقة عندي هنا بعد ما خمرت بيت ضاعف تقريبا حجمها عندي هنا بيضة خلطها بمعلقة وهبدأ أدهن وشها بالبيض لو حابة تستبدلي البيض بخليط من الحليب والكاتشاب معلقة صغيرة من الكاتشاب هيديني برضو لون حلو جدا لكن دايما لون البيض بيبقى لون يعني أغمى أو أحلى شوية من الحليب وخاصة إن أنا عندي هنا العجينة مستخدمة فيها بيض فعادي أدهن الوش بيق البيض وبعد كده لو حابة تضيفي على الوش سمسم أو حبة البركة أو الزعتر أو الأوريجين كده خلص تمام هندخلها الفرن على درجة حرارة 170 هتعود تقريبا 25 ل30 دقيقة وبعد كده هنشغل الشوية نص دقيقة لحد ما الوش يتحمر كويس كده عندي تمام بعد ما طلعت من الفرن تحفة جدا بجد الوصفة دي ورحتها حلوة جدا وشايفين عندي هنا قوام العجينة هش جدا زي عجينة البريوش بالزبط يعني مقادير العجينة دي تحفة جدا ممكن تستخدميها مع أي حشوة أو في أي وصفة تحفة جدا جدا ومع الحشوة اللي عملناها مع بعض النهاردة هيديك نتيجة رهيبة شايفين عندي هنا هاتهشة جوة من جوة جدا ومورقة وصفة منتهى الجمال أتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله مع ألف سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة